النجم أحمد عز في قلقاسة في وكالة ناسا أنا كنت ماشي في حالي ومركز مع كوكب عالي والحجر ده فجأة جالي هنكت بل متنحت وانا قلت خلاص مش اشكالية انا هدرس طبعت الصغرية وهي حتى تكون خدمة وطنية زوجة طحت سرحت فرتحت قلقاسة في وكالة ناسا بطولة النجم صلاح عبدالله ايمان العاصي سعيد طربيك عيد رياض محمود البزاوي ندين سابة وطاري الإبياري نفسي بس العالم كله بيفهمني ويقضرني بدل ما كل الناس بتحاول بيقضمني ويتخسرني نفسي بس العالم كله دا يفهمني ويقضرني بدل ما كل الناس بتحاول دا يقضمني ويتخسرني تأليف محمود البزاوي أغاني رشال بنا الحان هانل نبيل توزيع خالد نبيل إنتاج رايت ماركتينج ايو انا اسمي حسن قولاسا وصفت بيك وجالت ناسا معين قبلتني غلاسا اسف رح ونجح وفلح ايو انا اسمي حسن قولاسا وصفت بيك وجالت ناسا معين قبلتني غلاسا اسف رح ونجح وفلح انا كنت ماشي فحالي ماشي فحالي كنت ماشي فحالي قلقاسة في وكالة ناسا قلقاسة في وكالة ناسا اخراج عبد المعصود محمد حسن يا حسن يا حسن انت ايه اللي جابك وراي يا فريد انت ظاهر عليك يا حسن نزيت ان انا جاية معك من مصر وما افتكرش لمن الشهامة ولا من اصول ولا من المجدع انك تسيبني الواحدة وتمشي انا ما قلتلكيش تعالى وراي من اصل والله وبعدين يعني دي مسألة بديهية جيت لوحدك وبقرارك يبقى ترجع لوحدك وبقرارك افهم من كلامك ده ايه اني غلطانة عشان فكرت اكون معك وجنبك ما عرفش بقى والله ومن فضلك ارجع انت دلوقتي وانت هتروح فين بقى هارجع مصر يا فريد يبقى انتصروا عليك يا حسن ينتصروا ولا يغوروا في ستين ده يا الله انا مليش دعوا بحد طيب ايه ده عشان خاطر تب افهم بس انت رايح فين حالا دلوقتي فريد يا معلش والنبي يعني انا عاوزة بقى مع نفسي شوية حسن مش ملاحظ انك لأول مرة ما تستخدمش عقلك ولا دماغك وان كل اللي بيجرارك ده عشان بتفكر بعطفك وبس وانا عقلي خلاص هتديله ستين اجازة حنساء حولع فيه تجاز انت ليه بتقول كده بس يا حسن الظهر ان عقلي ده ممكن يفيد الاخرين كل الاخرين ويدمرنا انا عشان كده انا مش عاوزه مش عاوزة استخدمه يا فريد طب ممكن تركز معايا شوية اوه تاني يا فريد لا مش بعقلك طيب ركز معايا بعاطفك عشان خاطر جلال اخوك اففف تفضلي انا لقيت الحل يا حسن حل ايه الحل اللي ممكن ننقذ بيه جلال اخوك ومستني يا ايه ما تخلصي يقولي بسرعة طب يلا تعالى معايا الاول هنروح فين هنقابل مسؤولين في وكالة ناسا وكالة ناسا طب وحنقولهم ايه هتعلن انسح يا بكر اسمي وانا حسن حسين القاسا اشكر ادارة وكالة ناسا على سعب صدرها وتفهمها لموقفي والذي اراه موقف بديه حتمي ويراه البعض انه موقف عاطفي وانا اتطفق مع اصحاب هذا الرأي وده كله لان عاطفة الاخوة تغلبت على العقل ما دفعني الى اهمال عقلي والاهتمام بعاطفة الاخوة تجاه اخي جلال القاسا والذي يمر بمحنة في هذه الايام وحيث انني اخيه وجب الوقوف بجواره وابقاء مصلحة اخي على المصلحة العامة والتضحية باي شيء من اجل حياة اخيه ولانه كالة ناسا تسعى في ترشيحها لرواد الفضاء الزكاء والفطنة وحسن التفكير وبعد النظر وعمقه وعدم اختلاط العاطفة بالعقل لهذا قررت ان انسحب من هذه المهمة وهي حلم الصعود للمريح تاركا مكاني لمن يستحق هذه المكانة العلمية اشكركم واشكر وكالة ناسا حسنا والقاسا حسن يا حسن تعالى بسرعة ايه في ايه تعالى شوف ردود الفعل على اعلان اعتذارك وينسحبك من الرحلة واو كل دي ايميلات تعالى نفتح اول ميل امل من الاردن حسن كلنا معك يا حسن حسن كلنا بنحبك ورويدة من الامارات بليز يا حسن ما تنسحبش وكمان زنب من البحرين بتقولك ما تنسحبش رتيبة من اندونيسيا ومحمد شيحة من مصر بيقولك انت كنز بالنسبة لنا يا حسن وبيقولك كمان انك اكبر من الوصول لكاس العالم وكمان في ايميلات جاتلك من بنجرادش والهند وانجلترا وكوريا واليابان وروسيا وامريكا ايه سكتلي يا فريدة قلقاسة في وكالة ناسا قلقاسة في وكالة ناسا استنى استنى يا سيح حسن حسن من اول معرفتك وحسيت انك انسان مثالي وعظيم ياريت يا حسن تبقى واقع مش حلم حبنا هيعليك وهيرفعك لفوق اكتر واكتر وياريت بقى ما تخسرش حب الاخ لاخوه الحب اكبر من مريخ يا حسن ايه الكلام ده ده غريب قوي وغير منطقي ما هو لما يبقى من مهرة هانم يبقى منطقي وحتمي كمان طيب ايه يا فريدة الله مالك قلبتي وشك كده ليه مش عارف ليه قلبت وشي ما هو انا لو عارف ما كنت استألتك واستهلكنا الوقت في صفصطة وجدال غير منطقي عاوزني اشوف وقرب نفس الرسالة اللي جايبها لك من الست مهرة واتبست من يوم معرفتك وانا حاسة انك مثالي وعظيم استني بس يا فريدة الله ما تخليش مع شعر الغيرة تغلبك يعني اعمل ايه طيب؟ ركزي في الرسالة وشوفيها من منطقة تانية بلاش بقى تبقي ضيقت الافق للدرجاتي متأسفة مش هقدر اشوفها من ناحية تانية يا سيح حسن وهي من هاش غير ناحية واحدة اصلا اللي هي ايه بقى؟ انها بتحبك وانت بتحبها بطال جنان بقى يا فريدة الله انا لو تجننت بقى انت السبب يا سيح حسن اهدي بس اهدي اهدي وبعدين انا عايزك تحكمي عقلك انا لسه من كم ساعة كنت بقول عليك عبقرية لما قلتيلي على فكرة الانسحاب دي عاوزني فكر ازاي يعني انا اعلنت انسحابي من المهمة ليه ما تردي وفين بقى اللي كانوا رهاين مع جلال الست مهرة والمنتج بتاحها وكانت ايه بقى مطالب رودريجو عشان يحررهم انك تعلن انسحابك امم ويه اللي حصل من شوية اعلنت انسحابك ولما الست مهرة تبعتلي ايميل معنى كده انها بقيت حرة صح يا حسن ومعنى ان مهرة حرة يعني جلال اخويا يبقى حر يبقى حر ايوة بالزبط كده ياه ده انا فرحان بيك يا اوي يا فريدة من امتى يا حسن طيب من ساعة ما قلتيلي نروح ونقابل المسئولين في وكالة ناسا ونحكي لهم على الموقف اللي انا فيه واقتنعوا انينا نلعب لعبة الانسحاب دي علشان ننقذ اخويا جلال وبمجرد رودريجو ما يشوف الرسالة حيفرج عن الرهاين هاي يا فريدة انت عارفة انت عملتي ايه يا فريدة انت اديتي لعقلي شحنة منشطة بس جديدة اوي وانت كمان كنت ممثل هيا يا حسن لدرجة ان العالم كله صدقك انا اللي متفق معك وصحبة الفكرة اصلا صدقتك وواضح انهم بلعوا الطعم كله وكانت ضربة معلم يا معلم جلال ولك ان تفخر يا جلال يا كلقاسة بانك اخ لحسن كلقاسة لقد فعلها فعلها اخيرا وضرب عصفورين بحجر واحد الحجر الاول حررك به والثاني انطلق بحلمه الى عنان السماء الى المريخ فلنفخر به ونهلل ونضع الله لوفقه في رحلة الاحلام رحلته الى كوكب المريخ الكوكب الاحمر كفايا كفايا بها يا بها دماغي مالها دماغك يا عنايا حاسس انها بقيت عاملة زي كوشك الكهربة اللي ضرب في الشارع اللي وراهنا الف سلام عليك وعلى كهربتك يا جلجل وهناك عصفور ثالث انه اعاد الحب والوئام والود ما بينك وبين منيرة زوجتك يا عم خليك محضر خير وما تفتح ليش فتوحة ما تتقفلش اعملك حاجة تكلها يا جلجلتي اعملي اعملي بس يريد حاجة تليق بالمناسبة السعيدة وبمناسبة الصحفيين الذين يترصصون في توابير على ابواب منزلكم يا جلال هم صحفيين واصلوا ابدا ويه صحفيين بس ومحطات تليفزيونية توابير 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 من يسعده زمانه يسمع الناس لسانه قل لي ما الذي تريد ان تقوله في المؤتمر الصحفي اما تريده ان تجعل ان اللسان حالك لا ارد على اسئلتهم وانا ايه يا سبادي عويل معرفش اتكلم وقابل صحافة وتليفزيونات بقولك ايه انت تنظمهم لي تدخلهم لي واحد واحد بس اهم حاجة ايه؟ تعرف هيدفعوا كم؟ اللي وصلوا حسن قلقاسة دا كله انا السبب فيه انا اللي صرفت عليه دي فرصتي عشان اعوض اللي انا صرفته كله بقولك ايه؟ دخلهم لي واحد واحد انا اقول لك صباح الخير انت تتكلمين اللغة العربية؟ نعم انا اتحدث بلغة الضد ومن اي بلد بقى من البلاد التي تتحدث بلغة الضد؟ ليس لمكان ثابت في ميلاد ولكني اقول كل ما اعرفه انني انتمي لمنطقة الشرق واين ولدتي؟ ولدت في المانيا وتعلمت العربي ولغة الضد فين؟ اه ان ابي وامي كانوا يعيشاني في مصر ثم هاجروا الى المانيا ثم هاجروا الى روسيا ثم الى اوكرينيا ثم استقرت بهم الاحوال في امريكا ولكن انت احساسك انت يعني بتنتمي لأي بلد؟ للبلد الذي تنتمي انت اليه؟ هاهاهاي يعني ايه انت مصرية؟ ان ابتسامتك جميلة وعينك فيها من ابتسامتك الكثير واذا ركزت في عيني يا حسن سوف تكتشف سحر الشرق في عيني انظر يا حسن انظر الى عيني انظر انظر اكثر واكثر واكثر يا حسن انت الان تنام يا حسن انا نايم فعلا حسن حسن استيقظ يا حسن انت لست نايم استيقظ حسن انت لست نايم حسن حسن ايه 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 يا فريدة ايه حسن انت كنت نايم ولا ايه؟ اسمعي الهانم المزيعة كانت عاوزة نايمني تنويم مغناطيسي الظهر نايمني اياه طب ما تتردع ما ينفعش لازم اعرف هم عاوزين مني ايه يا فريدة وبعدين خليها تنايمني لو قدرت اه ما قلت ليش انت كنت عاوزة ايه؟ اخ و الجلال ايه ما له واتخضف تاني؟ وبكرة جاي وانا جاي معه وكلامي دحيا علمية ما اليوم بييجي يم تاني وراء ودحا للكرة الارضية وبكرة جاي وانا جاي معه وكلامي دحيا علمية ما اليوم بييجي يم تاني وراء وده حال الكرة الارضية حمد دي ايدي الفقف العالي وجايزة شب كمان شوية حصل الكوكب اللي في خيالي وحسبت لك ويجي كم نظرية شاركة بالتمثيل محمد عبدالحليم محمد جبريل عاد الخلف جلال الهجرسي صفوة صبحي التسجيل والمونتاج ستوديوهات رايت ماركتينج هندسة صوتية محمد عبدالعظيم مدير انتاج يوسف الشربيني اشراف فني راشل بنا انتاج رايت ماركتينج قلقاسة في وكالة ناسا تأليف محمود البزاوي اخراج عبدالمقصود محمد وبكرة جاي وانا جاي معاه وكلامي ده حقيق علمية ما اليوم بيجي يوم تاني وراه وده حال الكرة الارضية وده حال الكرة الارضية وده حال الكرة الارضية يا جمالي